كابتن حلم احنا قبل الفصل قلنا اول قعدة لك مع الكابتن صالح قالك فيها ايه اولا انا احترمته جدا كان اول مرة ورهبة كبيرة جدا شخصية عظيمة جدا الكابتن صالح وكارزمة تخوف وتقلق فقعدت معاه قال لي شوف طنطة كلها اهلوية زي بقولك كده و بنلعب على طول عندكم كل سنة ماتش وماتشين بس انا ما تفرجتش عليك كويس زي ما بقول حضرتك بالحرف الواحد انت هنا هتبقى معايا وكان هو مدير الكورة وتعامل معاملة لعبت النادي الاهلي في كل شيء وتاخد وقتك وحناخد وقتنا معاك لو انت احسن من اللي عندي يبقى انت معايا يبقى انت معايا لو مش احسن من اللي عندي يبقى مش معايا يعني مش مجرد اني بيجيب ناس كده ولعيبه وخلاص احترمته جدا لانه يعني صريح ودغري بص يا كابتن حلمي انا قلت ما اقولها كده وهو الهالي في الاول عشان كده انا قلت اللي عندي التعصب لازم يكون معايا واحد زي كابتن حلمي طلعا اول ما دخلت النادي الاهلي اول حاجة الهالي اللي احترم نفسك واحترم شخصيتك عشان الناس تحترمك ايوه ده كابتن صالح سليم وانا قلت اللي ما تعملش معاك كابتن صالح سليم ما تعملش معايا حد في مجدري ده حقيق يا كابتن وشخصية انا يعني كنت لسه برضو يعني صغير مش كبير وادراك يعني مش كامل لكن انا احترمته جدا نعم بالرغم من انه ما قال لي الصراحات انك هتبقى معايا لأ درجل قال لي واحد اتنين ثلاثة من الاول فانا احترمته جدا الحقيقة الى الان بصراحة الله يرحمه الله يرحمه وبعدين انا مشيت يعني لان انا يعني العملاء ما كانتش مترتبة او لما قعد اما قعدت مع كابتن صالح وفي نفس الوقت نادي الزمالك واحد بحجم المهندس نور الدالي خرجت عندك شوية كده شوشارة كده وبتاع مشورة عن نفسك انت ايه هلعب اهلي ولا لعب زمالك لا انا هقول لحضرتك اه يعني بمنتهى الامانة اه انا بعد قعدت كابتن صالح انا خدت قرار خدت قرار اه نكتبه في الاهلي ولا في الزمالك في الزمالك ايوة ليه هقول لحضرتك كان قدامي نموذج لو تفتكروا عبدالعزيز حسن كابتن عبدالعزيز حسن طبعا طبعا خد بالك لعب على الحتتين اه انا فاك وماكملش هو كان في الكويت و بعدين راح لبنان و بعدين جيه ايوة فانا ده كان قدامي اه وبعدين في نفس الوقت انتمائي لنادي الزمالك ده يعني بالرغم من ان النادي الاهلي حاجة عظيمة يعني من رغم ان الكابتن صالح اهد معاك وقال لك كذا وانت ماشي مبسوط انما خدت قرارك سعيد والله يا كابتن مصطف لا سادق سادق واللي حصل بالضبط ان لقيت تاني يوم جاي لي استحارتي كان كابتن نادي الزمالك في البسكت نعم ده نجم من نجوم مصر طبعا يعني قال لي كابتن نور الدالي عايزك ضروري تروح له انت كنت في النادي قال لي قلت له انا كنت في النادي ما انكرتش بقى زي لان انا رايح انا ما كنتش عارف عشان ايه انا مش عارف انا رايح عشان ايه فطبعا روحت لكابتن نور قال لي اللي حصلت له واحد اثنين ثلاث اربعة وقعدت مع كابتن صالح حاجة محترمة وحاجة جميلة جدا لكن انا وحكيت له اللي حصل بالضبط يعني يعني مفيش مثلا قال لي لا انت معايا وبتاع وكذا وانضي وبتاع انت كوسمه لاش مع عبد البقان الله محمد اما انا حجي لكو بس فقال لي لا انت معانا وطلت طبعا يا كابتن انا ده قرار وانا واخد القرار ده وانا معاك يعني المهم اتفق النادي على اساس ان حنلعب ماتش الزمالك حنلعب ماتش النادي طنطة والدخل بتاعه ياخده نادي طنطة فجيت في يوم وانا بسافر بقى كل يوم الديزل مع كابتن زون الدخل بتاع المباراة دي زي الايام دي ولا كم حاجات بسيطة وانت راجع في الديزل اه اه وانا احنا بنرجع في الديزل وانا وزقلت بقى كل يوم وكده فانا رايح تنادي الزمالك خدت التذاكر بتاع المباراة من نادي الزمالك لالزمالك اللي طبعها عشان تتسوق عشان اوديها في نادي طنطة اه وانا رايح لقيت زقلت واقف ولقيت كابتن ممدوح الشافعي أستاذ ممدوح الشافعي الصحف الكبير وكابتن عبدالبق أهل أستاذ عبدالبق وقفللي على المحطة يا ابن سيبك من التذاكر تذاكر ايه من التذاكر والله إذا بقول لك انا عارف احنا رحيم المنصورة حنبات هناك ننزل على طنطة اللي هم عايزين وحنديهم شيك وتمشي معنا نعم تقول لهم أنا آسف يا جماعة أنا ارتبط وأنا اليوم كنرجع في كلامي ويشاهد علي أستاذ ممدوح الشافعي وكابتن زغلط ربنا يدي له الصحة ربنا يدي له الصحة زيبك اللي حضاك كده بالحرف الواحد نعم يا جماعة حتى الموقف ده اتحكى بالتفصيل لكابتن حلم زمورة لما جوم يلعبه في نادي زمالك لما نادي زمالك راح بقى يلعب الماتش آه في طنطة في طنطة اتحكى له بالحرف الواحد إن الولد موقفه كذا وعمل كذا وكذا وكذا شكرا